هل يستطيعون أن يقولوا أوكي إحنا دركة كنا طول الوقت ندعمون في ميليشيات عباس اللي هي ميليشيات عن الصهاينة لهما يقتلون في غزة ويحتلون الضفة الغربية ويقدمون الفلسطينيين هذه ميليشيات عباس يقدمون فلسطيني لإسرائيل وأخرين يقتلونها هل عصابة عندنا مستعدة على وقف تمويل ميليشيات عباس وعلى وقف تدريب ضباط المخابرات الذين يعذبون الفلسطينيين أو ضباط الجيش عباس اللي هو ميليشيات هل هم مستعدين هل هم مستعدين أن يصدروا قانون لتجريم التطبيع هل هم مستعدين لحد الآن ما فيش قانون يجرم التطبيع مع الكائن الصهيوني يقول لك احنا ماركش مطبعين طيب ماركش مطبع دير قانون لماذا تخشى من أن تقوم بقانون يجرم التطبيع لأن هناك علاقات في السر خرج عند الجمارك الإسرائيلية في نهاية العام يخرجوا هما معها ما هي الدول اللي داروا معها تجارة كاين تجارة مع الجزائر صحيح ليس كبيرة لكن كاين كاين تجارة مع الجزائر هذا منشور طبعا بعض مساكين بعض اللي يحسنون ظنا بخطابات المزور غيره والإعلام الكاذب يقول لك لا الجزائر ما عنداش علاقات نهاية لا لا كاين كاين علاقات وعلاقات ممتدة لكن ماهيش رسمية صحيح ماهيش على الطريقة المغربية أو الإماراتية أو السعودية صحيح لكن كاين علاقات وهي ما هو مسموح به الكويت والعراق على سبيل المثال ما عندهمش علاقات رسمية مع الكاين ما كاش تطبيع ما عندنا في الكويت عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين هل هذا معناها الكويت هي عندها قوة ترفض تطبيع لا الأمريكان قالوا لهم أنتم مسموح لكم باش ما تطبيعوش نعطوكم تعرفوا هذه الإقزمبسيان اللي يسموها راكي إقزمبت كما يقول لهم معناها راك ماعفي لماذا لأن كويت قدم خدمات أخرى ولا تريد إثارة الرأي العام الكويت لأن الرأي العام الكويت هو أكثر رأي عام متطور في منطقة الخليج وعنده برلمان وعنده صحافة وعنده طبع البرلمان وغلقوه الآن جاء هذا أمير مجرم أجرم من اللي سبقوها وغلق البرلمان تحت ضغوطات الإمارات والسعودية إلى آخره العراق اللي هو مثال أوضح لماذا أنا نذكر بهذا الأشياء؟ باش خاوتنا لهم سكين أنا يغيظوني هم ناس طيبين ويحبوا الخير وحبوا فلسطين ويحبوا ويظنوا النظام راك مع فلسطين موش معها موش مع غزة وموش مع فلسطين دليل آخر من العراق العراق احتلتها أمريكا وراه ما زالت الأمريكا تحتل أجزاء هائلة من العراق وعندها تأثير هائلة على نظام الحكم طبعا هي وإيران لماذا العراق ما تطبعش مع الكائن الصهيوني؟ لماذا؟ لأنها عندها وظيفة أخرى عندها مشاكل لو كان يطبع الشعب في العراق يخرج مشاكل يدلها مشاكل فما قدرش يطبعوا المريكا قال لهم ما انتو ما راكم معفية من التطبيع انتو ما تقدمونا خدمات أخرى نفس الشي عصابة الجزائر معفية من التطبيع لأنها تقدم خدمات أخرى عندما تأتي مسؤولة أمريكية وتقابل المقبور اللي كان يسموه الوزير المنتدب للدفاع ويقول لها راكم تصوروا في الجزائر كلها الـ CIA رايتصور في الجزائر كلها فتحنا لكم أجواءنا باش تصوروها كلها بسحركوا ما كنوش تعطونا في الفيديوهات عطونا الفيديوهات عطونا نشوفوا وش راكم تدوا وش راكم تصوروا قاتلوا شوف مع المسؤول الفلاني أنا مع سافير الأمريكي اللي ذكر هذا الموضوع طبعا فضح بعد في ويكيليكس فضحت ويكيليكس وإلا ما كنا عمرنا ونسمعوا به يقول بأن جنيزية أعاد هذا الكلام ثلاث مرات والمسؤولة الأمريكية شغل طفاته إذن العصابة اللي عندنا هي أيضا سهيونية ما تستغربوش من هذا الكلام لأنه كون جيس سهيونية التعاون الحركي عباس تخيلوا أننا لما كنا نقاتلوا كوا جزائريين من أجل حريتنا واستقلالنا في الخمسينات وكانوا عندنا الحركة بمئات الآلاف يخدموهم على الجيش الفرنسي تخيلوا أنه كان أشقائنا أو شعوب صديقة أو تجي تقدم مساعدات للحركة هذا ضدنا هذا ضد ثورتنا ضد تحررنا هذا وش را يدير نظام في الجزائر العصابة بعبارة أدق الفوضى بعبارة أدق هذا وش را يدير طبعا أنا سأقول هذا دائما وأنا عندما أقول نقول لكم روحوا تأكدونتم ما هو الدليل ما هو الدليل الدليل أنت تسمع باللي تبونس تقبل عباس ويقول لك أعطيناه مئة مليون دولار ها هو الدليل عباس ماذا يقوم يحارب المقاومة ويتعاون مع السهاينة هذه الحقيقة يخرج بلينكن يقول للمتطرفين داخل الكائن الصهيوني يقول لهم ما لازمش تضغطوا على العباس راح شاد لكم الضفة الغربية كلها الضفة الغربية فيها أكثر من غزة هل تسمعون شيء في الضفة الغربية لا شيء ما عدا بعض المقاومين لكن هل هناك مظاهرات واحتجاجات بدأت احتجاجات ومظاهرة تلقوا عليهم رصاص كاين قتلوا قتلوا فلسطينيين خرجوا يتظاهرون قتلوا في الضفة الغربية اللي هي تحت عباس ماذا يريد عباس هزيمة المقاومة يريد هزيمة المقاومة روحوا يسمعوا وزيره أو مستشار عنده واحد يسموه الهباش واحد عنده روحوا يسمعوا هذو اللي تعباس شفوهم لما يخرجوا في القانوات صهاينا العرب وش يقولوا ولذلك ما لازمش الناس البساطة ما لازمش يستغفلوا هذه هي الحقائق ترجمة نانسي قنقر